السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله والحوار هو كيف نواجه مشاكل الحياة هذه الحياة الدنيا حياة صعبة وشقة ومع كل ذلك لابد لكل انسان مهما كان عليه ان يواجه ما فيها من هذه الصعوبات والمشاق الانسان يتعرض فيها الى البلاء الى المرض الى الظنك الى قلة الرزق والى شدة في العيش هي هكذا الحياة الدنيا مشاكل قد تصيب الانسان في جوانب شتى من حياته اما في جانبه المالي اما في صحته اما في العلاقات الاسرية او العلاقات العائلية اما في دراسته اما في العمل ولكن رغم كل هذا للانسان ان يبحث كيف يواجه هذه المشكلات احيانا قد تتفاقم هذه المشاكل وتتكالب على الانسان دفعة واحدة ولهذا نجد هناك اناس يشعرون بظروف حياتية صعبة بعضها من نتاج الطبيعة شخصيتهم والبعض الاخر ربما هو نتاج عمل غيرهم كأن يكونوا من المقربين او الازواج او المحيطين بهم قد تكون مشاكل عائلية او مشاكل زوجية او مشاكل دراسية او مشاكل عملية وكل شخص يظن بان مشكلته هي الاكبر والاصعب كل من سألته عن وضعيتك يظن بانه هو الاصعب والاكبر مشكلة حتى نسمعه كثيرا بعض الناس يقولون لا الصغير مرتاح ولا الكبير مرتاح لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح فلا احد يشعر بالراحة الانسان مهما بحث عن الراحة فانه لن يجدها وان وجدها وتحقق لو في يوم من الايام فانه سرعان ما يراها قد تغيرت وتبدلت وغابت عنه من جديد هكذا هي الحياة واذا وجدها فانها نسبية وقد تكون ناقصة وانها تتدبدب وتتفاوت من حين اخر وقد تعود الراحة اليه فقط بمشيئة الله الملاحظ بان التذبير والتخطيط والبحث قد يصعب على الانسان ولكن اذا ردها الى مشيئة الله فان هذه الراحة وهذه الساعة السعادة تأتي وهذه المشقة والتعب قد تزول الله تعالى في كتابه العزيز يعلمنا نحن البشر ويقول ولقد خلقنا الانسان في كبد ما معنى لقد خلقنا الانسان في كبد اي في مكابدة وفي معاناة يعني دائما في مواجهة مشاق الدنيا وصعوبتها فهذه الدنيا كما يصورها خالقها وبارئها هي دار شقاء دار ابتلاء دار فتن هكذا يصورها القرآن الكريم والراحة فيها والسعادة نسبية وناقصة وقليلة ومهما وصلت ستزول يوما ما هكذا يصورها القرآن الكريم الانسان اذا اراد ان يبحث عن الراحة ويواجه مشاكل الحياة عليه اولا ان يدرك حقيقة وجوده وان يتجنب الوقوع في الغفلة والانغماس في ملدات الدنيا التي تكون دوما هي السبب في التعاسة وفي جلب المصائب والعياذ بالله العقلاء والحكماء تجدهم دوما حريصين على الاقتراب من خالقهم والتمسك بحبله الممدود والاستعداد للاخرة الاستعداد للقاء الله هو يعيش الدنيا هو يبيع ويشجري ويعمل ولكن لا تغيب عنه ابدا انه يوما ما سوف يكون مع لقاء عظيم وجليل مع مالك الوجود هذا الاحساس يعطيك طاقة قوية جدا لمواجهة مصاعب الحياة خصوصا وان الحق عز وجل يتحدث عن عالم اخر في انتظارنا عالم فيه التلدد في نعيم المقيم عالم فيه عيش فيه راحة ابدية مطلقة فيه نعيم لا ينفذ واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا تصوير فني رائع بان الانسان ما عليه ان يعظم هذه الدنيا في قلبه وانه يستعد للاخرة ومن تم يستطيع بكل بساطة ان يواجه مشاكل هذه الحياة فمهما كانت الازمات ومهما كانت المشاكل التي قد تعترضنا ممكن ان نعرف حقيقتها ونتمكن من السيطرة عليها وهذا كله بقوة الايمان والزاد ثم ربنا يعلمنا ان نتحل بالصبر فان الله مع الصابرين اي نعم يكفي ان يقول ربنا بانه مع الصابرين الله يحب كل صابر وكل محتسب وبعد ان نصبر ونحتسب نبدأ باستخدام الطاقات العقلية والمؤهلات الفكرية ونبحث عن الاسباب المشروعة التي تحل بيننا وبين الوقوع في الضنق والمشقة والمشاكل نستخدم هذه الطاقات ونتبع الاسباب ونحلل ونناقش ولكن دوما اننا نتمسك بالحبل الممدود دائما العبد وهو يستعمل الاسباب المشروعة عليه ان يبقى متوكلا على خالقه ولا يقطع صلته بربه ربنا فرض علينا عبادات نقوم بها كل يوم وليلة لماذا؟ لانها محطات للتزود بالطاقة ربنا عز وجل امرنا ان ندعوه باستمرار وبالحاح لان ذلك الدعاء والالحاح كفيل بان يغير قدرك من سوء الى ما هو افضل واكرم حتى ولو كنت احيانا من الذين يذنبون ويسرفون في الذنوب ويكون ما اصابك من مشاكل وصعوبات جزاء عملك جزاء تفريطك جزاء سيئاتك فان الله تعالى فتح لنا باب الاستغفار الاستغفار يمحو كل شيء ويغير كل شيء ويكون سببا في محو الخطايا وتفريج الكرب وجلب الارزاق هكذا يعلمنا القرآن الكريم ويعلمنا الدين كيف نواجه مشاكل الحياة لا نواجه فقط بعقولنا واراداتنا وتخطيطنا وانما بان نتمسك بالعروة الوطقة وان نكون قاربين من الخالق ثم بعد ذلك يأتي تعلم التقنيات والاسليب في التعامل مع مشاكل الحياة نتعلم المهارات الاساسية التي يمكن بها ان نحسن من مستوى حياتنا والحفاظ على صحتنا وجلب سعادتنا ممكن ان نتعلم الاستراتيجيات المحكمة لحل المشكلات وكيف نتعقلم مع الوضع العام ونواجه لكمات الحياة ستكون قد حصلت على لقاح قوي جدا وانت تتمسك بحبل الله المثين سؤال لكم ايها الاحباب الكرام انتم لا شك كل واحد منا يواجه مشاكل وصعوبات انواع وشتى في حياته اما في صحته اما في علاقاته الزوجية اما في العلاقات الاسرية والعائلية اما في تدبير شؤون المال والاعمال اما في الدراسة اما في العلاقة مع الجيران اما في العلاقة مع زملائك في العمل واما في مشكلتك مع نفسك صراع معداتك اكيد كل منا له مشاكل سؤال لكم كيف تواجهون هذه المشاكل ما هي الاسليب التي تعتمدون عليها لمواجهة هذه المشاكل دعونا نستمع لقصصكم ولحكاياتكم نأخذ منها العبر والعضات ونتعلم سويا ونتعلم كيف نواجه صعوبات الحياة كيف نستطيع ان نرسم صورة جميلة لحياة فيها الرحة فيها الطمأنينة فيها السكينة وفيها الاقبال على خالق الوجود لانه هو الذي يعطينا المدد ارقامنا مفتوحة في وجه الجميع وهي كالعادة 05 22 88 00 60 او 61 او 62 او الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 او 51 او 52 او 52 السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا